في الحقيقة دي لقطات مهمة ولقطات تاريخية احنا لسه طبعاً من حضراتكم لحظة ولحظة وكل كبيرة وصغيرة تتعلق بهذه الرياضة هتكون معاكم من خلال شاشة قناة الأهلية ومن خلال هذه التفطية الخاصة اللي حضراتكم بتتبعونا من خلالها في هذه اللحظات لكن أنا عايز أفكركم شوي لو اللقطات جاهزة معنا يا جماعة بتاعة مباراة الاتحاد السكنداريو سبورت انجليش بونا في المقاوية الخاصة بفريق الاتحاد وكان تم توجيه الدعوة لكابتن محمود الخطيب لحضور هذه المبراءة التاريخية طيب قبل ما نشوف اللقطات برضو لازم نخلينا مع حضراتكم في كل تحرقات رئيسي ناديي الأهلي والاتحاد السكنداري الكابتن محمود الخطيب والكابتن أو الأستاذ محمد مسلحي وده أمر مهم لأن في الحقيقة كمان احنا واضح نفيه في اللقطات اللي كنا شايفينها دلوقتي تفقد من الكابتن محمود الخطيب لمقر الاتحاد السكنداري هذه طبعا هي اللقطات التي تحدثت عنها منذ قليل واللي بتتعلق بتلبية أيضا الكابتن محمود الخطيب لدعوة تم توجيهها في هذا التوقيت لشخصه لحضور طبعا مقاوية الاتحاد السكنداري وهذه المبراءة التاريخية ما بين الاتحاد وسبورتينج لشبونة فيه مقاوية فريق كبير وعريك زي فريق الاتحاد السكنداري وبرضو ما بيتأخرش في العاية الكابتن محمود الخطيب هنا كان بيحضر بصفته أحد أساطير أركورة المصرية على مدار تاريخ وأكثر لعب يعتبر موهوب في هذه اللعبة داخل مصر وبما أنه أحد نجوم من نادي الأهلي ونشوف كل اللعبين كل اللعبين عارفين قيمة الكابتن محمود الخطيب وعارفين مدى أهمية هذه الشخصية ومدى تواضعها كمان لأنه ده أمر مهم جدا طبعا لقطات مهرية منه دي حاجة يعني الناس متعودة عليها بالتحديد الأجيال اللي قابلين احنا يعني كان حظنا سهيا أن احنا يعني ما وعناش على الكابتن محمود الخطيب هو بيلعب لكن بنشوف اللقطات والمهرات بتاعته لكن طبعا اللقطة اللي جاية دي كمان وهي بتتعلق به هتاف جمهير الاتحاد السكندري للكابتن محمود الخطيب وأنه الرجل كمان راح لبى هذه الهتافات ووجه التحية لجمهور الاتحاد السكندري ده إن ده اللي أدل على إيه وأنا بزيع اللقطات دي تحديدا ليه عشان أقول لني دايما العلاقات ما بين الأهل والاتحاد السكندري هي علاقات تاريخية مش بس وليدة اللحظة ولا مش بس كمان بسبب زيارة النهار علاقات ممتدة سواء على مدار سنوات عديدة سابقة أو بإذن الله كمان على مدار سنوات عديدة مقبلة وده شيء مهم جدا ودايما بيكون حريص عليه أشد الحرص رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب